ازايك عامل ايه يا رب تكون دايما بخير اهلا بك في اول حلقاتنا الفيديوهات طويلة او فيديوهات اليوتيوب والفيديوهات دي هتنزل على يوتيوب وكمان هتنزل على منصة انغامي فاتأكد انك تابعا على المنصات دي علشان نشوف كل الحلقات اللي جاية لما جيت عامل فيديوهات طويلة اسألت بعض المتابعين قلت لهم تحبوا اقدم لكوا ايه كفيديوهات طويلة وطلبوا ان انا اقدم القواعد او الgrammar عشان كده اول حلقاتنا او اول سلسلة هنعملها هي سلسلة القواعد او الgrammar احنا هنبدأ في البداية ناخد الازمنة او التنسز بمنتهى البساطة من البداية خالص واول تنس او زمن هنتكلم عنه النهاردة هو ال present continuous ال present continuous او المضارع المستمر ممكن برضو يتقال عليه ال present progressive why do we use the present progressive why do we use it احنا ليه بنستخدمه تخيل كده معي ان في واحد ركب عربيته ورايح الشغل وهو جوه عربيته دلوقتي وبيسوقها فعايز اوصف المشهد فهقول he is driving he is driving right now he is driving right now معناها ان هو بيسوق العربية دلوقتي وهو ده ال present progressive او ال present continuous انك توصف حاجة بتحصل في الوقت الحالي دلوقتي في اللحظة اللي انت بتتكلم فيها دي فلما اقول مثلا I'm doing something دي معناها I'm in the middle of doing this thing يعني انا في منتصف العملية بتاعت حدوث الشيء ده يعني I'm writing مثلا معناها ان I'm in the middle of the writing process انا في منتصف عملية الكتابة نفسها and I haven't finished yet انا لسه مخلصتش انا لسه في منتصف العملية ولسه مخلصتش فمثلا لو اخوك الصغير بيعمل دوشة وانت بتحاول تذاكر ممكن تقول له please stop making noise I'm trying to study I'm trying to study فI'm trying to study معناها ان انا بحاول اذاكر دلوقتي حيلا في اللحظة دي برضو لو في واحد بين اخواتك مش موجود بتسأل عليه ماما بتقول لها mom where is my brother انا بتقول لك ان هو بياخد دوشة تقول لك he's taking a shower he is taking a shower that means he's in the middle of the process هو دلوقتي حيلا بياخد الشاور and he hasn't finished yet هو لسه ما خلصش هو لسه في العملية نفسها منفعش في الاجزامبل ده او الاجزامبل اللي قبله ان انا اقول I try to study ومنفعش اقول I take or he take a shower or he takes a shower منفعش ان انا اقول حاجة زي كده لان انا علشان اوصف حاجة في الوقت الفعلي بتاعها وانها بتحصل دلوقتي ولسه ما خلصتش لازم استخدم present progressive كذلك برضو لو عايز تخرج مع صحابك والجو بيمنطر برا وفجأة المطرة بطلت ممكن تقول we can go out now it isn't raining anymore it isn't raining anymore فديه ال negative form او صيغة النفي في ال present progressive انك تحط isn't او orange او اي ان كان انت بتتكلم عن ايه بالضبط كذلك برضو ممكن نستخدم present progressive مش اننا نوصف حاجة بتحصل في الوقت الحالي لكن ممكن حاجة بتحصل في اليومين اللي احنا فيهم دول الاحداث الجارية في اليومين اللي احنا بنقاشهم دلوقتي يعني مثلا لو في حاجة معينة بتحصل اليومين دول ممكن نتكلم عنها we study in present progressive فلو مثلا انت اليومين دول بمسك كتاب كويس وبتقرأه وعجبك او مستمتع به ممكن تكلم صاحبك وتقوله you know my friend i'm really reading a good book these days يعني انا بقرأ كتاب حلوة اوي اليومين دول فالجملة دي معناها ان انت مش بتقرأ الكتاب دلوقتي وانت بتتكلم لكن معناها انك بتقراه في اليومين دول كذلك برضو لو انت عايز تعلم انجليزي عشان تسافر او عشان عندك وظيفة معينة او interview معين ممكن تقول i wanna work at this company so i'm working on my english يعني i'm working on improving my english يعني باشتغل على ان انا اطور الانجليز بتاعي طبعا ممكن اكون ما بعملش دا دلوقتي لكن بعمله اليومين دول كذلك برضو ممكن استعمل present progressive مع كلمات زي today او this week this month الحاجات اللي بتدل على ان في حاجة بتحصل اليومين دول ممكن اقول مثلا i'm really working hard today i'm really working hard today يعني انا فعلا باشتغل بجد او باشتغل كويس جدا النهاردة ولو بتشتغل في شركة والشركة دي شغلها مش ولابد اليومين دول ممكن تقول the company isn't doing so well isn't doing so well these days يعني الشركة بتاعتنا مش شغلة كويس اليومين دول وممكن بارتقول this year يعني السنة دي او this month الشهر ده حسب الحاجة اللي انت بتتكلم عنها مستش بنا تابع الامثلة على الحاجات اللي احنا بناخدها وبعتها لي على اليوتيوب في الكومنتز او اكتبها في الرسالة الخاصة وهارد عليها في اسرع وقت ممكن نسان باردو present progressive عشان نتكلم عن الاحداث الجارية الحاجات اللي بتتغير حوالينا فاحنا الفترة دي في زيادة سكانية وممكن مثلا عشان نوصف ده نقول the population of the world is increasing these days so fast يعني الكثافة السكانية بتزيد بشكل سريع جدا في الفترة دي ده مش معانا ده بيحصل دلوقتي حالا لكن بيحصل في الايام اللي احنا فيها دلوقتي او في الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي وبكرة تكون خاصة حلقة النهاردة اتمنى تكون استفدت منها بساش بقى تتابعنا على يوتيوب او على منصة انغامي علشان تشوف كل الحلقات اللي جاية انا اسمي احمد حسن من learn different academy وهدف ان ساعدك ما تزدش رسك على الفوادي وتبتكلم انجليزي اشتركوا في القناة